مرحبا بكم في إدارة الرأي المستدامة في هذا الفيديو سنناقش أهمية الإدارة المستدامة للرأي وكيف يمكن للرأي أن يساعد المزارعين على زيادة إنتاجية المحاصيل مع الحفاظ على موارد المياه المحدودة سنغطي في هذا الفيديو الجانب الرئيسية لإدارة الرأي بما في ذلك طرق الرأي ومراقبة رتوبة التربة والتقنية الحديثة للتحسين إدارة الرأي يتطلب اختيار المحاصيل المروية دراسة معامقة لتوفر المياه والأثر البيئي للرأي والطاقة اللازمة للرأي يعرف هذا النهج باسم العليقة بين المياه والطاقة والغذاء والنظام البيئي هناك العديد من الطرق الرأي المتاحة ولكل منها مزاييها وسلبيتها لكننا سنركز على طريقتين من أكثر الطرق الفعالية الرأي بالرش والرأي بالتنقيد لتحديد نظام الرأي الأنسب للمزرعة يجب مراعاة عدد عوامل بما في ذلك نوع المحصول متطلبة المياه للمحاصيل تضاريس الحقل ونوعة التربة وتوفر المياه وجودتها يجب على المزارعين استشارة خدمات الإرشاد الزراعي المحلية لاتخاذ قرار بشأن النظام الأنسب لمزارعهم يوزع نظام الراي بالرش المياه بطريقة منظمة تشبه هطول الأمتار إنها طريقة رأي فعالة مناسبة لمجموعة واسعة من المحاصيل مثل المحاصيل الحقلية وأشجار الفاكهة ومع ذلك فإن الإدارة الدقيقة ضرورية لتجانب فقدين المياه باستخدام هذا النظام يمكن أن تؤثر الرياح على توزيع المياه في الحقل مما يؤدي إلى عدم توزيع المياه بشكل متسابي يمكن أن يؤدي التبخر أيضا إلى فقدين المياه خاصة في الطقس الحار ومن المهم أيضا مراعاة حساسية بعض المحاصيل لتبلل الأوراق والفاوكه الراي بالتنقيد هو تقنية فعالة للغاية توفر المياه مباشرة لجذور النباتات من خلال وضع المناقطات في مواقع استراتيجية على طول الحقل يتم تطبيق المياه بدقة حيث تشتد الحاجة إليها إنه نظام رأي منخفض الضغط ومنخفض الحجم مناسب للمحاصيل العالية للقيمة مثل محاصيل الفاكهة والخضروات إذا تمت إدارتها بشكل صحيح يمكن لتريقة الراي هذه زيادة المحصول وتقليل متطلبات المياه والأسمدة والعمالة يجتمل نظام الراي بالتنقيد على العديد من المكونات المهمة بما في ذلك من ذخها لتوفير ضغط تشغيل المناقطات نظام ترشيح لمنع انسداد المناقطات من استخدام مياه الراي عدد مياه ومقاييس ضغط لضمان حسن سير النظام نبيب مياه رئيسية وثانوية لتوزيع المياه والمناقطات يعتمد نوع المناقطات المستخدمة بشكل أساسي على نوع المحاصيل ومتطالبات المياه المكونات الأخرى مثل التركيبات والصمامات ضرورية أيضا للنظام من خلال اعتماد الراي بالتنقيد ودمج تقنيات الراي الذكية يمكن المزارعين الحفاظ على المياه بشكل كبير مع زيادة انتاجات المحاصيل لتحقيق العائد الأمثل هذا النهج المستدام لا يفيد المزرعة فحسب بل يساهم أيضا في جهود الحفاظ على المياه على الصعيدين المحلي والوطني يشير الراي الذكي إلى استخدام التقنيات المتقدمة لتحسين تطبيق المياه في الحقل لتحقيق رأي أكثر كفاءة يتضمن ذلك دمج أجهزة استشعار مختلفة وبيانات الطقس ومراقبة رتوبة التربة لتوفير المياه لنباتات بناء على احتياجاتها الفعلية من المياه تستخدم أنظمة الراي الذكية البيانات في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات مستنيرة حول متى وأين وكمية المياه التي يجب تطبيقها مما يحسن الحفاظ على المياه تعد مراقبة مستوية رتوبة التربة جانبا مهما من جوانب الإدارة الفعالة للراي وهذا يسمح للمزارعين باتخاذ قرارات مستنيرة حول توقيت الراي وكمية المياه التي يجب استخدامها مما يضمن حصول المحاصيل على الكمية المناسبة من المياه في الوقت المناسب لتحسين انتاجية المحاصيل أحد الطرق الشائعة لمراقبة رتوبة التربة هي استخدام مستشعارات رتوبة التربة يتم وضع هذه المستشعارات على أعمق مختلفة داخل التربة لقياس محتوى الرتوبة تأتي هذه المستشعارات في أنواع مختلفة مثل أجهزة قيس توتر التربي وأجهزة استشعار السعة ومقيس انعكاس المجال الزمني TDR يعتمد اختيار النوع المناسب من أجهزة الاستشعار لاستخدامها على عوام المختلفة بما في ذلك الاحتياجات المحددة والميزانية والخصائص التربة والمحاصيل من خلال المراقبة المتظمة لمستويات رتوبة التربة يمكن المزارعين تحديد التوقيت والمدة المثلة للرأي وبذلك توفير المياه وتحسين انتاجية المحاصيل وتقليل تكلفة الرأي باستخدام أجهزة الاستشعار وتقنية التصوير المتقدمة تحدث الطائرات بدون طيار ثورة في إدارة الرأي لأنها يمكن أن توفر بيانات قيمة عن صحة المحاصيل ومستويات رتوبة التربة وكفاءة الرأي باستخدام الصورة الجوية وأجهزة الاستشعار الحرارية يمكن للطائرات بدون طيار تحديد مناطق الإجهيد المائي وعدم كفاية تغطية الرأي مما يمكن المزارعين من تحسين كفاءة الرأي عندما يتعلق الأمر بالرأي الفعال فإن دمج الطاقة المتجددة يمكن أن يوفر العديد من الفوائد من حيث توفير التكاليف والتأثير البيئي وتستقلل الطاقة يمكن استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل المضخات وأنظمة التحكم والمكونات الأخرى لنظام الرأي ومع ذلك من المهم إجراء دراسة جدوى فنية ومالية شاملة لتقييم مدى ملائمة هذا النوع من الطاقة في المزرعة وبين المهم أيضا النظر في الأثار البيئية السلبية المحتملة المرتبطة باستغلال المفرط الموارد المائية بسبب الطاقة الشمسية المجانية باستخدام أساليب الرأي الفعالة جانبا إلى جانب مع استراتيجية إدارة الرأي الفعالة يمكن المزارعين تحقيق التوازن بين الحفاظ على المياه وإنتاجية المحاصيل مما يؤدي إلى ضمان استدامة المزارع والموارد المائية المحدودة ترجمة نانسي قنقر